اشتركوا في القناة 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 مين الهاب شو الحل بنزلهم طب هي منفية هون عادي بنزلها منفية ما في مشكلة هي هادينت وبعديهم بين والفرب ثري سند هل بكتب الكلمة المكررة لا بكمل الجملة بعديها يستردي وزي ما حكينا بصير تكتب باي والفاعل هوي أو اس جملة رقم اربعة تشيلدرن هاف تشيلدرن هاف بلت ابيج ساند كاسل كيف رفنا انه باسب نحضو كلمة ساند كاسل اتكررت معناتو عنا قاعدة الباسف شو معطيني هون واحدة من خوات الهاف القاعدة بتحكيلي اذا عطاني واحدة من خوات الهاف شو الحل بنزلهم بين فيربي ثري هون شو بنزل باس بنزل هاز شو السبب لانه هاي شمالها مفرد وبعديها شو بكتب بين والفرب ثري بلت وما بكتب الكلمة المكررة نعيد القاعدة الاولى او نعيد من اول الباسف في المبني المجهول كيف بتميز الكلمة المكررة القاعدة الاولى واحدة من خوات الهاف شو من خوات الهاف هاب هاذ هاد شو الحل بنزلهم بعديهم بين فير غرب III يلا نعيد القاعد الى مع بعض اذا اعطاني واحدة اوليش شو معنا يبها سوف فويز معناها المبني المجهول تمام كيف كيف ت люб Pyso الكلمة المكررة خلاصا من هذا الطابق القاعد الى اذا اعطاني واحدة من خوات اله اب شم خوات اله اب هاذ هاد شو الحل بنزلهم وبين و فير ب ثري خلاصة من القاعد اولى تعني نهجم القاعدة اللقاء التانية بسم اللهitten handsömل مرحيمremo راحيم خلينا نعيد القازه الامرحيم إذا أعطاني واحدة من الخوات الهاتف حده had شو بنسوي membre 3 القاعدة التانية اذا أعطاني واحدة من أخوات البي شو هم البي am is are were ي sustainability شو هم البي am is are was were فمرة ثالثة شو هم البي am is are were إذا أعطاني واحدة من الخوات البي شو الحل بننزلهم وبقتوا being verbe 3 النعيد واحدة من خوات البي بنزلهم being verb 3 يلا إذا أعطاني واحدة من خوات البي شو هم البي يا ستاز am is are was were شو الحل بنزلهم وبكتب being verb 3 نبلش تطبيق عرفات is discussing the third question now كيف عرفت أنه بأسف لاحظوا الكلمة المكررة the third question تمام شو معطيني is من خوات مين البي شو الحل بنزلهم هاي is بعديهم being وبروح للفعل بحذف منه ing discuss شو الفربي 3 discussed هل بكتب الكلمة المكررة لا ولا حتى الفاعل بكمل الجملة now وبصير نكتب by والفاعل عرفات أو him جملة الثانية where were you planting the orange tree كيف عرفت أنه بأسف لاحظ كلمة the orange tree تمام شو معطيني where where واحدة من خوات مين البي شو الحل بنزلهم بس لاحظ هون بنزل إيش was شو السبب مفرد بعديها being والverb 3 من planting شو هو planted بثال ثلاث engineers were building a new tunnel كيف رابت أنه بأسف a new tunnel شفتوها اتكررت تمام شو معطيني where where أحد أخوات مين البي شو الحل بنزلهم بس هون شو بنزل was شو السبب مفرد بعديها being باجي الفيرب 3 من بلد شو هو built تمام مثال رقم 4 the police are interviewing the suspect here كيف رابت أنه بأسف شفت كلمة the suspect تمام شو معطيني الار الار من أحد أخوات ايش البي بنزلهم بس هون شو بنزل is شو السبب مفرد بعديها being هي being والverb 3 من interview اللي هو interviewed هل بأكتب الكلمة المكررة لا بأكتب كلمة here وبصير نكتب by الفاعل the police أو them مثال رقم 5 I am not seeing the movie this hour كيف رابت أنه بأسف الكلمة المكررة the movie تمام شو معطيني الام الام إحدى أخوات البي بنزلهم هاي موفي مفرد شو بتأخد isn't بعديهم being هاي being وشو التصريف الثالث من س seen وبأكتب this hour خلينا نعيدهم عن حاضر يلا بسرعة الباسف فويس المبنى المجهول كيف بنميزه عن طريق الكلمة المكررة القاعدة الأولى إذا أعطاني واحدة من خوات الهاف شو الحل بنزلهم being فيربي ثري القاعدة الثانية إذا أعطاني واحدة من البي شو الحل بنزلهم being فيربي ثري تعني أيد مرة تانية شو ما أنا بأسف بويس المبنى المجهول كيف بدأ ميزه عن طريق الكلمة المكررة كم قاعدة سنمخدين تنتين يلا الأولى إذا أعطاني واحدة من خوات الهاف شو هم الهاف هاف هاز هاد شو الحل بنزلهم بين فيربي ثري خلصنا منها إذا أعطاني واحدة من خوات البي شو هم البي وهاف تو هاز تو هاد تو وام از ار غوين طيب إذا أعطاني المودلز شو بنسوي بنزلهم وبي فيربي ثري هنعيد المودلز بنزلهم بي فيربي ثري خلائها نطبق مثال الأول we can transport goods أوي كيف عرفت أنه باسف هلمة goods بضائع شو معطيني كان كان من 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 المودلز شو الحل بنزلها هاي كان بعديها بي والفيربي ثري من transport ترانس بور تد أوي بسنو كتب buy us بفعل اثنين كيف رفت أنه باسف كلمة people شو معطيني مصد مصد من مين من المودلز شو الحل بنزلها نزلنا المصد بعديها بي وتصريف الثالث من given ما بكتب كلمة people بكمة وبحط كلمة compensation شو شوفوا مثال رقم ثلاث I won't move many things in my room تمام كويس كيف رفت أنه باسف many things many things شو هاي هاي اختصار لو يعني شو معطيني مودلز بنزلها هاي نزلنا حتى لو كانت منفية بعديها شو بنزل بي والتصريف الثالث من موف هل بكتب الكلمة المكررة لا بكمل الجملة بسراكتوا buy me عرفات هاستو هاي الجملة هاي الجملة فيها عرفات هسوي لكو قلك عرفات هاستو give the children everything عرفت أنه باسة من خلال كلمة the children هسا هاستو هاي من المودلز هاستو من المودلز شو بسوي بنزلهم لكن هون ما بنزل هاستو شو بنزل الهاف تو وبعديها هاي بي والتصريف الثالث من give شو هو given everything طيب تمام شوف الجملة الأخيرة أسماء should make a copy of my book كيف رابنون واسف a copy of my book a copy of my book شو عندي الشد الشد من مين من المودلز شو الحل بنزلها هينزلنا الشد طيب تمام خلصت من الشد شو بعديها بي فيربي ثري هاي بي والفيربي ثري من make شو هو made انا خلينا نحكي عن حاضر أو هيك كدامي الhave اذا أعطاني واحدة من خوات الhave شو الحل بنزلهم بين فيربي ثري. إذا أعطاني واحدة من خوات البي شو بأسوي؟ بنزلهم بين فيربي ثري. إذا أعطاني واحدة من خوات المودلز شو بنسوي؟ بنزلهم بي فيربي ثري. يلا نعيد. الباسف فويز ما بنجهول عن طريق الكلمة المكررة. كم قاعد أخدنا؟ ثلاث. إذا أعطاني واحدة من خوات الهاف اللي هم هاف هاز هاد. شو الحل؟ بنزلهم بين فيربي ثري. إذا أعطاني واحدة من خوات البي شو هم البي؟ أم إز آر وواز ووار. شو الحل؟ بنزلهم بين فيربي ثري. تمام يا كبير. إذا أعطاني واحدة من المودلس شو هم المودلس كانوا كد إلى آخره شو بنسوي بنزلهم بي فيربي ثري أنت لقوا القاعدة رقم أربعة الآن نتابع الجزء الثاني من قاعدة الباسف بسم الله الرحيم خلينا نراجع قوعدنا نأخذناهم إذا أعطاني واحدة من خوات الهاف اللي هم هاف هاز هاد شو الحل بنزلهم بين فيربي ثري إذا أعطاني واحدة من خوات البي شو هم البي أم إز آر وواز ووير شو الحل بنزلهم بين فيربي ثري إذا أعطاني واحدة من خوات المودلز كانوا كود إلى آخره شو الحال بنزلهم برب tre الآن قعدة رقم أربعة إذا أعطاني do وأغلاق ادو دوrz هون ما بنزلهم إذن قعدة رقم أولى والتاني والثالثة بنزلهم قعدة أربعة ما بنزل يا كبير الآن دو وتداز شو بتصير i am is are what did was aware نعيدها الدو وتداز i am is are what did was aware والرب one بتصير فيرب tre يلا الدو وتداز شو بتصير i am is are والdid was aware والverb 1 verbi 3 طيب تمام نسوي الرفيجن سريع الذكة القاعدة الأولى والتاني والثالثة شو بسوي بنزل نعيد إذا أعطاني واحدة من خوات الhave شو هم هاف هاز هاد شو الحل بنزلهم وبين وverbi 3 إذا أعطاني واحدة من خوات البي شو هم البي am is are was aware شو الحل بنزلهم being verbi 3 إذا أعطاني واحدة من خوات المودلز كانوا could إلى آخره شو الحل بنزلهم be verbi 3 الآن قاعدة رقم أربع حكينا ما بنزل شو هم do والdoes شو بتصير am is are والdid was aware والverb 1 بتصير verbi 3 خلينا نطبق أمثلة we didn't make any disturb yesterday any disturb yesterday حكا لي هون any disturb طيب تمام يا ستاة العرفات كيف رفت النباسف من خلال الكلمة المكررة any disturb شو ماعطيني did did شو بتصير was aware هاي مفرد شو بتأخد was طب فينا في wasn't والتصريف الثالث من make شو هو made yesterday day ما بكتب الكلمة المكررة ولا بكتب الفاعل وسيلا نكتب هنا we buy us the lead is done to prepare Chinese food كيف رفت النباسف من خلال الكلمة المكررة Chinese food شو ماعطيني do which do do what does شو بتصير I'm is are food شو بتصير I'm is are food طب فينا في isn't والتصريف الثالث من prepare شو هي prepared ما بكتب الكلمة المكررة طيب ماشي قاعدة رقم مثال رقم ثلاث كيف عرفت انها بأسف من خلال كلمة enough sleep شو معطيني الدو والدو شو بتصير م is are enough sleep مفرد شو بتصير is والتصليف الثالث من get شو هو got مثال بعدي عرفات ما بساعد طلابه في الصف كيف عرفت انها بأسف شو معطيني دو والدو شو بتصير م is are هاي جمع شو بتصير are طب فينا في aren't والتصليف الثالث من help helped وبكمل in his class تمام خلائنا ايضا القواعد واحدة من خوات ال have بنزلهم being verb three واحدة من خوات ال be بنزلهم being verb three واحدة من خوات المودلز بنزلهم being verb three واحدة من خوات المودلز بنزلهم being verb three قعد رقم اربع ما بنزل الدو والدو بتصير am is are وال did بتصير was aware والverb one verb three الان قاعدة زي كأنو بعطيني الدو والدو زي كأنو بعطيني الدو والدو زي كأنو بعطيني كأنه يعطي ن�ه 되�د. شي يعني يعني تحويل نباعبي كأني تحويل м Going over while مع مع علم زي تحويل مين it will be us шو بتصير أموز ours وتحويل تو زي تحويل مين OnlyTID شو بتصير was aware هنعيد تحويل الفيرب one With verbal مع قس زي تحويل دود دل شو بتصير أم Zoar وتحويل Tew زي تحويل مين حدد بتصير was aware شوف هو المثال كيف عرفت أنها باسب؟ بعطيني تيكس تيكس فيربون مع إيش؟ مع أس هايها زي كياني بدأ أحول الدود داز شو بتصير أم إز آر هاي جمع شو بتأخذ آر والتصريف الثالث من تيك تيكن ما بكتب الكلمة المكررة وبكمل تي دي لاب مثال الثنين كيف عرفت لنا قاعدتنا؟ الباسب ريبينتد فيرب إيش؟ فيرب تو الفيرب تو زي تحويل مين؟ الدد بتصير واز و وير هاي مفرد شو بتصير واز والفيرب ثري من ريبينت شو بتصير؟ ريبينتد آفتر مثال الثلاث شو عنا؟ لفيرب إيش ون الفيرب ون زي تحويل الدود داز بتصير أم إز آر هاي مفرد شو بتأخذ إز؟ والتصريف الثالث من لفد سيانتس ميد دا هولز ويدر دان دا مين هول الان شو عنا هون؟ دا هولز دا هولز دا هولز شو عنا؟ دا هولز هاي دا هولز طيب تمام استاذ عرفات دا هولز عرفت لأنها باسبت خلال الكلمة مكررة دا هولز شو بعطيني هون؟ ميد ميد فيرب إيش؟ فيرب تو حكينا الفيرب تو كاين بحول إيش؟ الدد بتصير واز ووير هاي مفرد ولا جمع جمع كيف عرفت؟ فيه أس وتصريف الثالث من ميد اللي هو نفسه ميد بتصير ويدر بكاملة جملة تمام؟ طيب تمام الآن شو بنا نسوي في عنا سبع أمثلة على كل القواعد ينبلش باسم الله الرحيم هل سبتناش نراجع لأنه بصمناهم مثال الأول نوبادي بنتد أور هاوس لاست ويكيند عنا أور هاوس أور هاوس كلمة مكررة هاي بنتد فيرب تو الفيرب تو بتصير زي الدد واز ووير فهاي مفرد واز بنتد لاست ويكيند لكن هون شو عنا؟ إذا أعطاني نو فبتصير هون وزنت تمام عرفات يوجو ولي بريبيرز ناثنج أت فايف ناثنج شو صارت أنيثنج بريبيرز فيرب ون مع أس زي أني بتحول بتصير أم إز آر هاي مفرد شو بتصير إز والتصريف الثالث بكتب طبعا كلمة يوجو اللي ميل هاج دخل وتصريف الثالث من بريبير شو هو بريبيرد هسه بس هون في ملاحظة nothing صارت anything معناته بنفي هون إذا أعطاني nothing وهون صارت أني بنفي ما تركزوا على هاي الملاحظة I didn't write all the questions last class عنده all the questions all the questions قاعدة الباغسب الدد الدد شو بتصير وازو ووير طب هاي جمع بتصير وير طب في نفي ويرنت والتصريف الثالث من رايت شو هو written last class I have sent two messages عندنا two messages two messages تمام شو عندنا have إذا أعطاني واحدة من خوات الhave هاي هات بنزلهم هينزلنا الhave وشو بعديهم بكتب been والتصريف الثالث الwho sent ما بكتب الكلمة المكررة the man will fix our car tomorrow شو عندنا هون our car our car شو عندنا واحدة من خوات المودلز شو بنسوي بنزلهم نزلنا المودلز وبعديها be والتصريف الثالث من fix الwho fixed teacher is selling the bins from the library شو عندنا هون bins bins باسف إذا أعطاني واحدة من خوات الbe شو بنسوي بنزلهم لكنهم ما بنزل as شو بنزل are ليش لأنه هاي جمع وبعديهم شو بكتب being والفربي ثريف من sell الwho sold from the library the policemen have arrested the criminals the criminals the criminals طيب تمام أعطاني have بنزلها وبعديهم been والتصريف الثالث شو هو aris ted وهيك tuta tuta خلصت لحت tuta ويعطيكو ألف عافية بس بننكمل هلأ إيش إذا أجل باسف ضع دائرة كله يا رب لأنني نيجي للباسف لو كان ضع دائرة بس شو رأيكم راجع القواعد الأول يلا بسم الله إذا أعطاني واحدة من خواتل have have has had بنزلهم being verbi ثري إذا أعطاني واحدة من خواتل be am is are was were بنزلهم being verbi ثري إذا أعطاني واحدة من الموضل scanu could will would بنزلهم be verbi ثري قاعدة أربعة ما بنزل do does شو بتصير am is are was did was were والverb one verbi ثري حكينا برضو إذا كان معطينا verb one أو verb one مع us تعامل مع عاملة do does يعني هدول كلهم نفس التحويل verb one verb one مع us do does بتصير am is are verbi ثري والverb two زي كأنه بعطيني did شو بتصير was were verbi ثري الآن تضع دائرة باستخدام المبني للمجهول الآن إذا كان عندي مبني المجهول كيف بدي أعرف أنه هاي الجمل المبني المجهول إلها شرطين الشرط الأول بدي يكون قبل الفراغ غير عاقل وبعد الفراغ ايش باي إذا كان عندي قبل الفراغ غير عاقل وبعد الفراغ باي تقريبا 90% والverbi ثري مع بعض مش واحد لحاله شوف الجملة my laptop فراغ buy somebody هاي عاقل غير عاقل غير عاقل وهاي شو في هون buy معناته تحقق شروط إيش الباسف الحل شو بدي يكون وجود بي مع verbi ثري وان في بي verbi ثري هاي بين وهاي verbi ثري معناته الحل has been found طيب شوف الجملة الثانية the kitchen buy Sarah tomorrow الآن شو عند the kitchen غير عاقل شو في هون buy معناته شروط الباسف اتحققت معناته الحل بدي يكون واحد من البي مع verbi ثري وين البي هون في بي بس ما في verbi ثري هون في بي وفي verbi ثري هاي ها تمام البعديها the project فراغ buy students يستردي إلان project مشروع غير عاقل وشو في هون buy غير عاقل وباي اتحققت شروط الباسف بدأ ما اتحقق شروط الباسف الحل شو بدي يكون في بي مع verbi ثري هاي في هون بي وهي verbi ثري هاي هاي صح هون في بي بس ما في verbi ثري هون في بي في verbi ثري ايه صار في عدة حلول لكن اتطلع بالجملة شو في هون yesterday yesterday شو الحل بدي يكون was لانه yesterday ما بتاخد مصد ولا بتاخد is تمام الان بالطريقة التانية الباسف ممكن نجيب له جملة كاملة حولها the students have done the homework شو ماعطيني هون the homework شو ماعطيني واحدة من ال have اذا اعطاني واحدة من خوات ال have شو الحل بنزلهم been verbi ثري اذا انيل فيها been هاي فيها been وهاي فيها been لكن شو الصح الصح هاي has been لانه have has بتصير have has arabes doesn't make cars شو بعطيني the do وينها هون هاي هادو the do و the does شو بتصير am is r verbi ثري معناته هاي ممكن صح هاي ممكن صح وهاي ممكن صح وهاي غلط طيب حكينا الدو بتصير am is r هاي صح وهاي غلط وهاي حكينا غلط طب ليش هون are made ولا aren't made لاحظ وجود النفي فالحالشو بدي يكون aren't made فاذا اعطاني انا جملة زي هيك حولها انت don't make do what does بتصير am is r عندي cars aren't made شوفوا هاي someone is deleting my files حولها my files معطيني ايش ال is بنزل ر ليش ر لانه هاي جمع بعديها being والverbi ثري اللي هو deleted بشوف اني حلها هيك are being deleted وينها are being deleted هايها وينها هايها طيب تمام جملة اربعة my parents have saved enough money هاي enough money معناتوا باسب شو معطيني واحدة من الخوات الهاف ادعطاني واحدة من الخوات الهاف شو الحل بنزلهم بين verbi ثري عنو بنزلهم هاي هاي نزلناهم بين verbi ثري وهاي نزلناهم وهدول اثنتين غلط لانه فيش فيهم ها به هزاد بتطلع هاي شو معلها مفرد المفرد شو بواخد has been verbi ثري صفوان usually discharge his my mobile my mobile شو معطيني هون verbal مع ايش مع اس ادعطاني verbal مع اس شو الحل am is are verbi ثري انين فيها am is are verbi ثري انين فيها am is are verbi ثري هيها is وهاي فيو verbi ثري عرفات was being ايوة شوف هون حداقة الوزارة اعطاني was being تعالي اللي لهون تعال 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 اعطاني ال be مع being معنى شو الحل بدي يكون verbi ثري فالحل كلمة ايش هون told شوف الجملة البعديها the mistakes have been او have been شو معطيني اعطاني واحدة من خوات ال have مع been فالحل شو بدي يكون verbi ثري شو ال verbi ثري corrected طب شوف هاي الجملة the cat was last friday شو معطيني was was من وين شو بعدها بتكون verbi ثري فالبعديها ايش killed وهيك توتا توتا خلصت لحد توتا اترجاكم قاعدة الباسف كل ما كررتوها اكثر كل ما استوعبته اكثر نعيدها للمرة الاخيرة اعطاني كيف اميز الباسف من الكلمة المكررة خمس قواعد اعطاني واحدة من خوات ال have بنزلهم being verbi ثري اعطاني واحدة من خوات ال be بنزلهم being verbi ثري المودلز بنزلهم be be verbi ثري الرابع ما في تنزيل ال do و does شو بصير يا حبيبي am is are و did was aware والverb one verbi ثري ودعطاني verbi one او verbi مع اس زي do و does بتصير am is are ودعطاني verbi two بتصير was aware والverb one verbi ثري ومنشكر الشاب اللي صورنا اليوم لانه عن جد جززنا يعطيك العافية انتظرونا بفيديو التنسز بكارت وكنت عبالي خاطئك العراق انتظرونا بلاربع مثان باقوز ايوارر انتظرونا باوا انتظرونا ب legوسو لان انتظروت ماذا و رانيانا بنزلهم воقتره